والسؤال اللي طرحنا انه كان سؤال مهم جدا على فكرة مين الانسب لقيادة المنتخب او رأيك مين الافضل بعد رحيل فيتوري بولوزداد عشان الناس بس مش واخدة بالا ومش مركزة وفي امور انا عارف شغلة بال الناس الاهل اللي رايح يلاعق شاباب بولوزداد يوم الجمعة بعد اللي جاية في دور ابطال افريقيا وشاباب بولوزداد بيلعب الدوري الجزائري يعني الاهل كان الدوري المصري متوقف والاهل ملعبش مباريات كاسر ربط الفريق هاد راحة سلبية لعب مباريات تودية في الامارات في القاهرة ولكن شاباب بولوزداد منذ توقف الدوري المصري لانشغال المنتخب بكاس الامم اللي جازكت بتلعب دوري وشاباب بولوزداد لعب حوالي ست مباريات في الفترة الاخيرة تعالوا نبص نشوف بولوزداد عمل ايه في الفترة اللي فاتت لان ده مقياس مهم جدا فني وبدني بدني هم جاهزين لمباراة الاهلي فني نتايجهم ما كانتش نتايج جيدة فعنشوف بولوزداد عمل ايه 16 يناير لعب مباراة مع مباراة جزائر وده مباراة قيمة في الدور الجزائري تعادل سلبي 19 يناير لعب مع أولمبي الشلف وتعادل سلبي 23 يناير كانت مباراة مؤجلة من الجولة التمنى ولعب مع التحدي بسكارة وخلص تعادل سلبي يوم 27 يناير كسب شابابة الثورة 31 يوم 30 يناير كسب مباراة وهران 2-0 ودي نتيجة مهمة جدا انت بأيلك من بولوزداد ويعني لعب مباراة كبيرة على مباراة وهران 4 فبراير خسر في مفاجأة من فريق مردية البيض 2-1 عنده مباراة يوم 9 فبراير بعد يومين عنده مباراة في الجولة الستاشر مع الاتحاد السوفي يعني شباب بولوزداد لعب ست مباريات في الفترة الحالية قبل مباريات الاهلي فبالتالي حزاري كل الحزر من هذا اللقاء لأن اللقاء مهم جدا كمان لو تشوفوا شباب بولوزداد جاب لعيب اسمه أيمن بقرة كان انتقل لصفوف شباب قسطنطينا فبالتالي عمل تدعيم في فترة يناير ولجع سوفيان بشار المدافع اللي كان بيلعب في الدور الكويتي ماتش صعب جدا يا جماعة ماتش الاهلي وشباب بولوزداد في الجزائر هم جاهزين لعبوا بوروزداد رسمية جابوا تدعيمات في بعض المراجز فماتش صعب جدا بولوزداد 4 نقط الاهلي 5 نقط ربنا يوفى الاهلي في هذا اللقاء المهم جدا